وخلال اجتماع الحكومة أيضا عرضت وزيرة الصحة والسكان هالا زايد مستجدات الوضع الحالي لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية وعلى المستوى العالمي وجهود تلقي المواطنين للقاحات المضادة للفيروس وموقف تصنيعها محليا وأكدت هالا زايد أنه تم الاتفاق بين شركتي سينوفاك وفاكسيرا على زيادة توريدات المادة الخام لعام 2023 بالكمية المطلوبة بواقع 250 مليون جرعة وبدء إجراءات نقل تكنولوجيا تصنيع كما أوضحت هالا زايد أن هناك خطة للتوسع في مراكز تلقي اللقاحات لتشمل جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ليصل عددها إلى 2002 مركز وأكدت وزيرة الصحة أن إجمالية الجرعات المقدمة للمواطنين حتى الآن أكثر من 23 مليون جرعة